تعلمتم في الدروس السابقة أن الشحنة الموجبة في الفراغ تولد مجالاً كهربائياً يتجه بعيداً عنها مثل الإشعاعات ويرمز له بالحرف I وهو كمية متجهة وعندما تتحرك الشحنات عبر سلك موصل تسمى حركتها تياراً كهربائياً يرمز له بالحرف I ويتولد عن تدفق التيار مجالاً مغناطسياً يدور حول السلك الموصل في دوائر بهذا الشكل وهو كمية متجهة أيضاً ويرمز لها بالحرف B لكن لا يقتصر تولد المجال المغناطسي على سريان التيار في سلك موصل ولا يقتصر تولد المجال الكهربائي على وجود الشحنات فالمجال الكهربائي المتغير في منطقة ما من الفراغ يمكنه أن يولد مجالاً مغناطسياً والعكس صحيح فالمجال المغناطسي المتغير يؤدي إلى تغير في المجال الكهربائي عندما لاحظ عالم الفيزياء الإسكتلندي جيمس كليرك ماكسويل أن المجال الكهربائي المتغير يؤدي إلى تغير في المجال المغناطسي وأن المجال المغناطسي المتغير يؤدي إلى تغير في المجال الكهربائي مما يؤدي بدوره إلى تغير في المجال المغناطسي في سلسلة لا تنتهي هذا التذبذب بين المجالين الكهربائي والمغناطسي يؤلف موجة تنتقل في الفراغ ولها خصائص جديدة تميزها عن التيار أو الشحنة التي تولدت عنها لكن كيف يمكن توليد مجال كهربائي متغير؟ إذا تحركت هذه الشحنة بسرعة إلى أعلى وأسفل مرات عديدة كما يحدث في اللاقة الهوائي حيث تتحرك الإلكترونات في اللاقة الهوائي إلى أعلى وأسفل فيتولد عن ذلك مجال كهربائي متغير ثم مجال مغناطسي متغير ينتقل في الفراغ على شكل موجات راديو وينطبق هذا على التيار في السلك يمكن توليد مجال مغناطسي متغير حول السلك بجعل التيار يتذبذب ذهابا وإيابا بالتالي يتولد مجال مغناطسي متغير يولد مجالا كهربائيا متغيرا على شكل موجات تختلف عن التيار الذي تولدت عنه وتنتشر في الفراغ بسرعة معينة وتسمى الموجات الكهرو مغناطسية كهرو للدلالة على المجال الكهربائي ومغناطسية على المجال المغناطسي وموجات لأنها تنتقل في الفراغ وفق معادلات الموجة لكنها لا تحتاج إلى وسط لتنتقل عبره لأنها قادرة على الانتقال في وسط مفرغ من الهواء أي أنها لا تحتاج إلى جسيمات تنتقل عبرها تعتمد هذه الموجات الكهرو مغناطسية على مقدار المجالين الكهربائي والمغناطسي لكن هذا الرسم لا يمثل الموجات الكهرو مغناطسية فالموجات الكهرو مغناطسية تبدو بهذا الشكل تمثل الخطوط الصفراء المجال المغناطسي لاحظوا أنها تتجه إلى الأعلى وإلى الأسفل عند هذه النقطة مثلاً يتجه المجال المغناطسي إلى أعلى وحجم المتجه يشير إلى شدة المجال المغناطسي انظروا هذا المحور X يشير إلى موقع المجال في الفراغ إذا كان المجال المغناطسي قوي عند هذه النقطة يشير المتجه إلى أعلى أما هذه الخطوط الحمراء فتمثل المجال الكهربائي. وبما أن المتجه حجمه أكبر من المتجهات الأخرى، فهذا يعني أن المجال الكهربائي عند هذه النقطة في الفراغ شديد. لاحظوا أن المجال الكهربائي يتعامد على المجال المغناطيسي. كل متجه مجال مغناطيسي يصنع زاوية قائمة مع متجه المجال الكهربائي. وهذا سبب تكون الموجة. فعندما يكون المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي متعامدان، يشير المجال الكهربائي إلى خارج الشاشة كأنه يتجه نحوكم. ومتجهات المجال الكهربائي هنا تشير إلى داخل الشاشة. بالتالي يتدبدب المجال الكهربائي إلى داخل الشاشة وخارجها. بينما يتدبدب المجال المغناطيسي إلى أعلى وأسفل. وتنتقل الموجة نحو اليمين. وهذا يعني أن الموجة عامودية على كلا المجالين. فإذا رسمتم المحاور الثلاث X و Y و Z في هذا المثال، هذا اتجاه السرعة المتجهة التي تنتقل بها الموجة، والمجال المغناطيسي في هذا الاتجاه، والمجال الكهربائي في الاتجاه العامودي عليهما. مهما تغير اتجاه هذه المتغيرات الثلاث، تبقى دائماً متعامدة، وتنتقل هذه الموجات بسرعة الضوء، ويرمز لها بالحرف C، وتساوي 3×10.8 متر في الثانية. ويعني هذا أن نضوء أحد أنواع الموجات الكهرومغناطيسية، لكن هناك أنواع كثيرة أخرى تختلف فيما بينها بالطول الموجي، فهذه المسافة من هنا إلى هنا موجة واحدة، ومقدار امتدادها على المحور X يمثل الطول الموجي، ويرمز له بلمدة. كما تختلف الموجات الكهرومغناطيسية فيما بينها في التردد، أي معدل تذبذب الموجة إلى أعلى وأسفل في وحدة الزمن. فلكل موجة تردد خاص بها ويرمز له بالحرف F، لكن هناك نطاق من التردد للموجات الكهرومغناطيسية يسمى الطيف الكهرومغناطيسي. فما هو الطيف الكهرومغناطيسي؟ وما تردد الموجات فيه؟ لو كان هذا الخط يمثل مقدار تردد الموجات في الطيف الكهرومغناطيسي، ويشير اتجاه السهم إلى ازدياد التردد، لذا التردد هنا أعلى، ويقاس بوحدة هيرتز، HZ. ما معنى أن يكون التردد عالٍ؟ تذكروا سرعة الموجة C تساوي طول الموجة لمدة في التردد F، وبما أن سرعة الضوء ثابتة، فهذا يعني كلما ازداد التردد يقل الطول الموجي. إذن الطول الموجي هنا أقل، ويقاس الطول الموجي بالمتر، لكن لأن طول موجات الضوء قليل جداً يقاس بوحدة النانومتر. يشكل الضوء المرئي جزءاً صغيراً من الطيف الكهرومغناطيسي، يمكن تمثيله عند هذه النقطة. إذن الموجات على امتداد هذا الخط تسمى الطيف الكهرومغناطيسي. جزء منه يسمى الضوء المرئي، ويضم موجات الألوان التي ترونها والتي تختلف فيما بينها في الطول الموجي والتردد. فمثلاً، تردد اللون الأحمر 4×10 أس 14 هيرتز، وتردد اللون البنفسجي 7.5×10 أس 14 هيرتز. بينما الطول الموجي للون الأحمر 750 نانومتر تقريباً، والطول الموجي للون البنفسجي حوالي 400 نانومتر، والنانومتر N يساوي 10 أس سالب 9 متر. وتذكروا أن هذه منطقة صغيرة من الطيف الكهرومغناطيسي، فهناك ترددات أعلى من اللون البنفسجي، وتسمى الأشعة فوق البنفسجية، وهي أشعة ضارة للإنسان. فكلما ازداد التردد، تزداد طاقة الفوتونات. فبحسب النموذج الجسيمي، يتكون الضوء من فوتونات، وتزداد طاقة الفوتونات بازدياد التردد، فتصبح دارة على جسم الإنسان. لأنها عندما تصل الخلايا، تدمرها أو تؤديها بشكل كبير، ولهذا السبب ينصح الأطباء باستعمال واق الشمس للحماية من خطر الأشعة فوق البنفسجية. لكن هناك ترددات أعلى من هذه بكثير، مثل ترددات الأشعة السينية X، لذلك هي أكثر خطورة من الأشعة فوق البنفسجية. ولذلك لا يسمح بوجود شخص غير المريض أثناء تصويره بالأشعة السينية، ويقف فني الأشعة في غرفة مجاورة أثناء التصوير، لأن تعرضه للأشعة لوقت طويل كل يوم يضر جسمه. ولكن هناك ترددات أعلى بكثير. مثل أشعة جاما، فأشعة جاما نشطة للغاية، وشديدة الخطورة على جسم الإنسان. تأتي أشعة جاما من الفضاء أو من التفاعلات النووية. في المقابل، هناك موجات ترددها أقل من الضوء المرئي. أولها الأشعة تحت الحمراء، وهي أشعة غير مرئية، يليها موجات المايكروويف، وتضم الموجات التي تستخدم في نقل الإشارات في الهواتف الخلوية وإشارات البث التلفزيوني. يلي موجات المايكروويف في التردد موجات الراديو، ولكن هذه الموجات تتداخل معا، لهذا موجات FM تعتبر ضمن نطاق المايكروويف، بينما موجات AM هي موجات راديو، وهي أول موجات استخدمها الإنسان عند اختراع أجهزة الراديو. هذا هو الطيف الكهرومغناطيسي، ويشكل الضوء المرئي جزءاً ضئيلاً جداً، وعلى الرغم من عدم رؤيتنا للموجات الأعلى أو الأقل تردداً من الطيف المرئي، إلا أن لها استخدامات كثيرة وتطبيقات مفيدة. ولكن لا تنسوا أن بعضها ضر أيضاً.